لو خدت بالك من كلام يا كابتن إبراهيم هلقول الحسبة عندي صلاح مش حسبة مين يدفع أكتر هي حسبة تاريخي إيه وهوصل لفين مش قصة أنا هاخد كام قدي كده يعني بالمعنى البسيط كده شوف في ناس تعمل حسبتين حسبة بتاعت أنا عايز فلوس كتير دلوقتي لمجرد الفلوس وفي ناس تحسب حسبة تانية حسبة التأدير يعني قدرني قدرني اديلي اللي حسة أنك إنت إيه عارف إمتي ومقدرني بالمناسبة ويمكن يبدو أن هناك فارق لكن كانت الستة مكلسوم كده يعني لما بقى اسمها زي الطبل كده زي ما بيتقال زائعة الصيت خلاص هي دي مكلسوم مكنتش الوحيدة على الساق يعني مكنتش المتربعة على عرش الغناء في وسط صاحبات الصوت بتاقي التأنيس وكان لسه فيه منافسات لكن أم مكلسوم خلاص رقم بقى فأم مكلسوم كانت تطلب رقم في الفيلم زيها زي أي حد في الصف الأول فلما حد يقول لها يقول لها هي بالفلوس فتقول لأ تقدير أنا مش أقل من دول خد بالك هي المسألة كده بقى عند صلاح القصة فين مش قصة أنا عايز فلوس كتير ممكن ييجي نادي مما وفممكن يطلع نادي مغموري عم ويعرضه على صلاح قد اللي بياخده من ليفر بولت مرتين مش هقول لك تلاتة في حد ممكن يوافق صلاح لا صلاح عنده نظرة تانية شديدة لاختلاف استراتيجيك يعني على كل ربنا يوفقه لأنه فعلا عمل نموذج أكتر من رائع تاني هقولها لك مش بس في الكورة مش بس في الرياضة هي طريقة ونسق التفكير والتطور اللي بيحصل مع صلاح طول الوقت مش بس في لعبته ومهنته وحرفته فيه هو شخصيا كمحمد صلاح مكة الهواء مطير شعرها في الهواء